نروح لأخبار نادي الزمالك تقلق كبير لشباب نادي الزمالك تقلق كبير لشباب نادي الزمالك الفترة الأخيرة والفضل بصراحة يعود أولاً لجوزفالدو فريلا الموديل الفني للفريق اللي ادهم السكة وقف معاهم كتير وخلاهم نازلين الملعب وكأنهم بيشاركوا بقالهم فترات طويلة مع نادي الزمالك عشان كده نادي الزمالك قرر تعديل عقود بعض اللاعبين الشباب أبرزهم يوسف أسامة نبيه حسامة عبد المجيد سيف فاروق جعفر سيد نمار ومحمد طور دول اللاعبين اللي الزمالك هيعدل لهم عقودهم الفترة اللي جاية وخيراً فعل أنا في رأيه إنه الخمس لعبين دول وكأنهم خمس صفقات جديدة لنادي الزمالك في نص الموسم يعني مش فاطل الانتقالات الشتوية ولا فاطل الانتقالات الصيفية في نص الموسم تلقى لك من تحت كده خمس لعبين مش متوقع تقلقهم تقلقوا بشكل جبيل جداً ومعظمهم بأساسي في الفريق عشان كده التجديد ليهم أو تعديل عقودهم هيبقى خطوة موفقة جداً من نادي الزمالك الفترة اللي جاية إدارة نادي الزمالك كمان هتحسب موقف تجديد التعاقد مع أيمان حفني خلال أيام اللاعب هينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم فيه اتجاهين اتجاه بيقول أن أيمان حفني يعتزل وياخد منصب فيه قطاع الناشئين وفي اتجاه آخر أنه هنستنى نشوف رأي إفريرة والله إفريرة عايزه يقعد سنة كمان نجدد له سنة كمان بيقول لا خلاص ده آخر مشواره يبقى خلاص آخر مشواره ويشتغل أو ياخد منصب فيه قطاع الناشئين وأيمان من اللعيبة المحترمة الرجالة اللي اتعامل مع نادي الزمالك بشكل رائع جداً زي ما اللاعب دايماً كان مميز مع نادي الزمالك بيسان رأيت مرده